محمد ونتكلم شوية في قصة المواجهات فعلا بين الأهلي والزمالك سواء في ألعاب الصلاة أو هليجي طبعا نقولت القدم في فقرة خاصة بس التنافسية ما بين الأهلي والزمالك في ألعاب الصلاة برضو بيبقى ليها طبيعة مختلفة حتى وإن كان الأهلي بيواجه نادي منافس الأفضل مثلا في هذه الرياضة عن نادي الزمالك لكن بيبقى برضو المنافسة التقليدي زي ما بيطلق عليه هو الأمتع في المباريات والتنافسات أو التنافسات المستمرة خليني أبدأ من هنا أنت بتشوف ده ليه أو طبيعة ده ليه عشان حجم اسم الناديين هي من هنا الفوز على الزمالك أو الفوز الزمالك على الأهلي ما بيكونش هو فوز تقليدي أو هو مباراة من ضمن مباريات السيزون لا ده هو في حد ذاته بالنسبة للمنافس بتكون بالنسبة له وبطولة يعني لو خدنا الموضوع بيتخذ بشكل جماهيري أكتر جمهور الناديين لما لهم من عراقة والتاريخ وأكبر عددا يمكن تفتكر ده حقيقي لأن كده كده طب يعني طبعا الشعبية الكبرى لنادي الأهلي لكن اللي بيالي الأهلي على طول في الشعبية هو النادي الزمالك فهو من هنا بتيجي دايما القصة أنه مبارياتهم دايما تكون مباراة كبيرة الناس كلها مهتمية بيها دايما تحت الاسبوت مباراة الأهلي والزمالك بتكون في الموعد وبتخلي الناس بيكون فيه شكل مختلف في طريقة المتابعة وطريقة الاهتمام بها أنا عايزة كمان أروح معك لنقطة شوية لحظتها وبرضو تصححها لي النادي الأهلي والنادي الزمالك مش بيعتمدوا قوي في الصفقات على العدد على قد ما بيعتمدوا على الكواليتي يعني دي نقطة مش كل الاندية بتتبعها وفي نفس الوقت فيها اندية أخرى برضو متقلقة في بعض الرياضات بتقعد تصرف في صفقات كتير جدا وأرقام على فكرة وتحديدا أندية الشركات في برضو الألعاب الأخرى لكن ما بتوصلش لنفس النتيجة فبرضو المعادلة دي غريبة أن أنا بتكلم على اندية طبعا كبيرة تاريخ خليما أقول تاريخيا بأعداد البطولات اللي بتحصل عليها ولكن هي في فكرة الصرف في الصفقات بتبقى أقلب كتير ورغم ده هي اللي وصل الراكينج عالي إزاي؟ عشان تشيرت الأهلي وتشيرت الزمالك جماهريا فعلا ليه تقول يعني أنت عشان تلعب لنادي جماهيري الموضوع بيكون أصعب كتير من ده تلعب في نادي مع احترامنا لكل الاندية طبعا ما بتتكلمش على نادي تحديدا أو بنقول منزم في نادي أو بنقول نادي أقل من الأهلي والزمالك لكن فعلا أنت تكون تدافع عن نادي جماهيري أنت لما تنزل لأنه ده قريدي بيبان في عيون الناس أنت لما تكون العيب موجود في الأهلي أو موجود في الزمالك لما بتنزل الشارع بتبقى احتكاجك بالجمهور بشكل مباشر على عكس لما تكون انت بتلعب في نادي تانية خلاص هو الناس بتبقى بالنسبة لها أنت رياضي ونجم وكل حاجة لكن في الآخر ما عندكش الزهير الجماهيري اللي يدافع عنك أو اللي يبقى كلنا مثلا بنشوف دلوقتي حتى المحترفين اللي موجودين في مصر على سبيل المثال علي معلول جمهور الأهلي بيعتبروا واحد مصري بيعتبروا يعني كابتن من ضمن كابتن الفريق فده لك أنت خالي أنه هو قد إيه هو حاسس بحب الناس ليه جوه هنا في مصر في قلب الشارع المصري أو قلب الشارع الأهلاوي تحديدا فده بيكون ليه مردود طبعا كبير جدا على العيبة لو هنيجي للكلام على العرب الجامعية لا طبعا الموضوع بيكون مختلف لأن انت مجرد ملبست الشرط الأهلي الأحلام والطموحات عليك بتبقى أكبر بكتير من انت بتكون بتلعب في نادي تاني أنت هناك الضغوط والأمور بيكون أقل عليك بكتير